اشتركوا في القناة وذلك للاطلاع لاطلاع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية والتنموية التي تم اطلاقها من قبل الحكومة امس الاول وفق التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني وما تشمل عليه من قرارات واجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلة تحقيق الاهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا في مستهل الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك اكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب حرص السلطة التشريعية على تفعيل ادواتها الدستورية واعطاء الاولوية البالغة والاهتمام الكبير لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه في العمل على تسريع الاجراءات التشريعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة الموقرة مؤخرا ما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص في مملكة البحرين واشار معاليهما الى اهمية تظافر الجهود والامكانيات والتعاون والتنسيق مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء مؤكدين دعم السلطة التشراعية لكافة القرارات والمبادرات والاجراءات الهدفة لتمكين الوطن من تجاوز كل الاثار المترتبة على فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر بما يحقق السلامة للمواطنين والمقيمين ويضمن مواصلة النمو المستدام لمختلف القطاعات وعبر رئيس مجلسي الشورى والنواب عن ثقتهما بقدرة مملكة البحرين لتجاوز الظروف الناجمة عن انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا بالمحافظة على سلامة الجميع واستمرار مساعي التنمية المستدامة من جانبه اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ان الجميع اليوم يسعى لتخطي التحدي الذي يواجهه العالم وهو فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر ومملكة البحرين بكافة قطاعاتها اثبتت قدرتها على تخطي اي تحدي بفضل تكاتف ابنائها من اجل الوطن وهو ما استدعى مراعاة عامل الوقت والسرعة في اتخاذ قرارات وتدابير واجراءات احترازية افضت الى التعامل الامثل مع هذه الظروف الاستثنائية واشار معاليه الى ان مملكة البحرين وباعلانها للحزمة المالية والاقتصادية وفقا للتوجيهات الملكية السامية تأتي في اطار توحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك بالتوازي مع استمرار البرامج ومسيرة العمل المحققة لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين كما اشهد بالتعاون الايجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشراعية والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد حفظهم الله وهو ما جعل من هذه العلاقة المتميزة نموذجا يحتذا في سبيل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن ونوه معاليه بان للسلطة التشراعية دورا مهما في تحقيق احدى اهم القرارات التي تشتمل عليها الحزمة المالية والتنموية وهو اقرار مشروع قانون ستتم احالته الاسبوع المقبل الى السلطة التشراعية بصفة الاستعجال اعمالا بنص المادة 87 من الدستور يهدف الى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للاشهر ابريل ومايو ويونيو لعام 2020 وفق الحد الاقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي وذلك بقيمة اجمالية تقدر ب215 مليون دينار بحريني واشار معاليه الى ان التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين اليوم هو تحدي للجميع وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من اجتيازه بكل نجاح وهو ما يستوجب وضع المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية مقدمة على كل شيء وبرغم التحديات فان المواطن سيكون دائما وابدا هو الاولوية التي نسعى اليها عبر المسيرة التنموية الشاملة للوطن وخلال الاجتماع اطلع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيسا واعضاء مجلسي الشورى والنواب على المبادرات الاخرى التي تضمها الحزمة المالية والتنموية والجهود التي اثمر عنها التنسيق مع البنوك والمصارف المحلية والتي تتمثل في تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الافراد والشركات لأشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك بقيمة اجمالية تقدر بمائة وخمسين مليون دينار بحريني على ان تقوم الحكومة باعادة هيكلة المصاريف الادارية للاجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لأشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة اجمالية تقدر بخمسة وعشرين مليون دينار بحريني وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لأشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الجاري وكذلك إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لأشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الجاري ومضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة مائة مليون دينار بحريني ليصل إلى مائتي مليون دينار بحريني وحزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دينار بحريني وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقصاط أو للتمويل الإضافي علاوة على إعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بستين مليون دينار بحرينية اعتماع التنسيق اليوم بين الحكومة الموقرة وسلطة تشريعية ممثلة بمجلسين نواب الشورى جاء أيضا في سياق أن يكون هناك تنسيق دائم وأعتقد هذه القضايا الرئيسية اليوم لنركز عليها خاصة أننا ممر بأزمة تسببت فيها الفيروز كورونا أعتقد حزمة التشريعات أو القرارات والمبادرات التي أصرتها الحكومة الموقرة تجهج ملك وسمو ولي العهد أيضا أثلجت صدر كل المواطنين مقيمين وتجار وفئات مختلفة عظرنا اليوم اجتمع تنسيقي بين الحكومة برأسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس بجلسة الزراء وسلطة تشريعية بغرفتينها الشورى والنواب وكان بخصوص الحزبة المالية والاقتصادية التي طلحت في الفترة الأخيرة لإنعاش السوق والقضاء على الركون بسبب الأزمة الصحية العالمية وكان عندنا حقيقة كثيرة من الاستفسارات وبعض الأسئلة التي وضحت الأمور الكثيرة العالقة الاجتماع اليوم بين سلطة الفيديوة والسلطة تشريعية جاء لأخذ التفاصيل التي جاءت بها مبادرة سيدي صاحب الجلالة الملك الفدة والتي أخذت بالاعتبار الجان الاقتصادي البحث لما يمكن أن يأتي بأثار سلبية على المجتمع البحريني أعتقد أن اليوم الحزمة التي جاءت هي حجمة متكاملة وهناك فيه دور جدا جدا مهم وأساسي للسلطة التشريعية خلال الفترة القادمة باتخاذ الإجراءات التشريعية التي ستأخذ في الاعتبار تفعيل هذه المبادرات والاستفادة من وراء وجود هذا العامل المساعد للإقتصاد الوطني المساعدة من وراءات التشريعية المساعدة من وراءات التشريعية